وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور سامير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطنية أهلا بك دكتور سامير أهلا وسهلا بحضرتك وكل سيدة المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتك إذن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الخارجية وتمكين وتشجيع القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة كيف تساهم مثل هذه الورش التي يتبنها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لتطوير وتبني رؤية شاملة لتعزيز الاستثمار الوطنية طبعا كانت ورشة مهمة جدا وكعادة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بيعقد دائما ورش بيحضرها الكثير من المهتمين والخبراء ورجال الأعمال ورجال الاقتصاد وأساسة الجامعات وده كله بيصب في النهاية عند توجه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنتشارك جميعا في وضع الحلول اللي الحكومة بإذن الله بتنفذها ويشعر بها المواطن كل ده بيكون أفكار بتتبعت للحوار الوطني وبيتم بعد إصالها دراستها وبيتم دعوة القائمين على المركز ومعظم المقامات شاركت معنا في النسخة الأولى من الحوار الوطني وإن شاء الله يكون لهم دور فعال في النسخة الثانية اللي بقرر إنعقادها قريبا بإذن الله هل ممكن أن تنضم نتائج هذه الورش إلى الحوار الوطني الاقتصادي الذي يوجه إليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؟ طبعا بالفعل في النسخة الأولى من الحوار الوطني في المحور الاقتصادي معظم مراكز الأبحاث ومراكز الدراسات والجامعات المصرية شاركت بالمخرجات ورش العمل بتاعتها وجه منها الخبراء عرضوا وجهات النظر وفي ملف الاستثمار الخاص تحديدا المحلي والأجنبي شهد اللجنة عندنا الكثير من مراكز الدراسات بأبحاث وبأفكار معتبرة تم نقاشها على شكل علني وفي شكل جلسات مخلاقة للخبراء وإن شاء الله رب العالمين كلنا عندنا هدف واحد إن احنا الاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة والتصدير الاستثمار هو البوابة لكل مناحي حل المشكلات الاقتصادية في مصر نحتاج إلى استثمارات كثيرة كبيرة نحتاج إلى دور مهم للقطاع الخاص في الفترة القادمة نحتاجين إن كل أجهزة الدولة تكون داعي بقراراتها وبتوجهاتها وبطريقة تنفيذها للمستثمر الخاص سواء كان محلي أو أجنبي كيف نستفيد من مثل هذه اللقاءات الفكرية والحوارية؟ الاستفادة بتبدأ أولاً إن بيكون فيه زي برينستورمينج بنسمع كل وجهات النظر علم الاقتصاد هو علم اجتماع فيه مدارس كثيرة وفيه وجهات نظر مختلفة مش علم تطبيقي بيكون معادلات سابتة وجابدة بالعكس بيتغير مع تغير حياة المجتمعات بيتغير مع الظروف الجيوسياسية بيتغير أيضاً بتغير بعض اتصادات الدول الشريكة والصديقة لها فمثل هذه الورش بيكون فيها تنوع في الفكر بنختلف ونتطفق على أرضية واحدة وهي حب الوطن وبيتمعنا مساحات كثيرة جداً من الاتفاق إن مصلحة المواطن المصري في المقدمة زي ما دايماً بيأكد فخامة السيد الرئيس على ذلك إن احنا دايماً بنبص إن الفايدة تكون للجميع المستثمر الدولة وأيضاً المواطن في القلب من هذه المهمة اللي بنشتغل عليها كلنا وهي حل هذه المشكلة الاقتصادية الورش لها دور مهم جداً ومراكز الدراسات ومخرجاتها هتكون محل نقاش وسوف يطلع الإعلام على مخرجات المرحلة القادمة بإذن الله في القريب العجل نعم دكتور سامير في الوقت الذي يجتمع فيه خبراء اقتصاديين يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم قرارات تاريخية كيف تبعت هذه القرارات؟ بصراحة كعادة الرئيس السيسي ومش جديد إنه دائماً بيأتي في التوقيت اللي بيكون فيه المواطن وكأنه بيسمع صوت كل مواطن مصري من المية وستة مليون مواطن فيه أزمة اقتصادية في ارتفاع في الأسعار فالناس قدامنا حلين إما الأسعار دي تنخفض وسريعاً وإما يكون فيه حزمة من المساعدات ومن الرواتب ورفع الأجور فجاء الرئيس بالتوجه للدولة وللحكومة اشتغلوا على المحورين ما شاهدنا في الأيام الأخيرة من جهد مبزول ومشكور للأجهزة التنفيذية ولوزارة الداخلية من ضبط محتكر السلع وأيضاً المتجرين بكوت المصريين وعلى اليد الأخرى تجارة العملة وما تم مدهمته لبعض التجار حصل ارتياح بسيط إلى الآن في أسعار السلع ومتوقع إن شاء الله في القريب يكون نزول الأسعار بشكل أكبر مع ضبط سعر السلع على اليد الأخرى وجه سيادة الرئيس بحزمة من المساهمة لتقليل هذه التبعات والتكلفة الاقتصادية اللي العالم كله بيعاني منها وكان فيه قرارات أهمها يعني رفع الحد الأدنى الأجور برقم غير مسبوك 50% يعني من 4000 نوصل ل 6000 وأيضاً زيادة المعاشات 15% وفيه علاوة استثنائية قرارات كثيرة جداً نظرت أيضاً إلى مجالات الأطباء والعملين في الخدمة الطبية والصحية في مصر وزيدة حد الإعفاء الضريبي أيضاً آه وأيضاً الحد الأدنى الإعفاء الضريبي زاد من 45 ألف ل60 ألف جنيه الحزمة في إجمالها يمكن تعدل 180 مليار جنيه الرئيس لما اجتمع مع دولة رئيس الوزراء ومع السيد وزير المالية كان الطلب أن الحزمة المساعدات تكون سريعة وبالتالي إحنا كنا دايماً أي قرار من هذا بيكون بعد مدة زمنية كبيرة لا من أول مارس يتم تطبيق هذه الزيادات فدي بشرة لكل مواطن مصري وإن شاء الله بلدنا هتعبر هذه الأزمة وبإذن الله رب العالمين كل واحد في بيته سواء كان بيعمل في الدولة وفي أجهزته هيشعر بالزيادة دي سريعاً وبدعوا من خلال منصة حضرتك أن القطاع الخاص كمان وإحنا بنشتغل مع المستثمرين ومع القطاع الخاص يكون لنا دور في زيادة رواتب العاملين معنا وخصوصاً المرتباتهم قليلة علشان كل المصريين يدخلوا بإذن الله الفترة اللي جاية والشهر المبارك على الأبواب وهم في حالة من الارتياح ونعبر هذه الأزمة نعم أنا بشكرك شكراً جزيلاً دكتور سامير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني على كل هذه الإضاحات اشتركوا في القناة